السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوة النور النهرة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي حنعمل الشنطة إزاي من شايفين كده شنطة جميلة جدا وسهلة بنفس الوقت هنعملها بقاعدة مستطيلة أهو زي ما تشايفين كده ممكن تعمليها بنفس اللون يعني الغطة بتاعها ممكن تعمليه في لون تاني بس أنا كنت في الفيديو عمليه في لون تاني بعدين غيرتها وعملتها نفس اللون زي حضرتك تحبي المهم الخطوات هي نفسها ويلا بينا نبدأ ونشوف زي هنعمل مع بعض الشنطة دي وقبل ما نبدأ بتنسوش نعملو لنا لايك وشير وتكتبو لنا كمان تحلو كده ويلا بينا نبدأ ونشوف القاعدة مع بعض زي هنعملها ونبدأ بالشنطة هنعمل عقدة البداية احنا زي ما احنا قلنا هنبدأ بالقاعدة هبدأ بستة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بالشكل ده انت لو حابت عرضيها اكتر من كده هتزويدي عدد السلاسل واتطويلي كمان يعني بالطول اللي انت عايزها في القاعدة هلف الشغل كده هدخل هنا في الغرز الخلفية اللي هنا واعمل غرز حشب اتنين تلاتة اربع ادي الخمسة والاخيرة بالشكل ده كل سطر هرتفع سلسلة هدير الشغل واول غرزة هنا هعمل فوق كل غرزة حشب غرزة حشب عادية بالشكل ده وما ننساش كمان اخر غرزة اللي هي الخمسة عشان الشغل يطلع معك مزبوط يعني كل سطر هيبقى معك خمس غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هعمل غرزة سلسلة هدير الشغل وفي اول غرزة اعمل غرزة حشب ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبكده هكمل الطول المناسب يعني ممكن تعمليها خمستاشر سبتاشر سانتي او عشرين سانتي يعني لو حبه الشنطة تكون اكبر من كده انا هعمل كده عملت القاعدة بتاعتي سبتاشر سانتي لو هنقيس كده في المزورة هيبقى سبتاشر سانتي متر هكمل هعمل داير هنا كل غرز حشب لغاية ما اوصل للنهاية يعني هدخل هنا في اول غرزة اهو الشكل ده واعمل غرزة حشب كل غرزة بتقابلني اعمل غرزة حشب لغاية ما اوصل للنهاية لنهاية السطر لعند الزاوية هكمل غرز حشب وهنا هعمل غرزة 2 حشب هبقى اكمله وارجعلكه تاني انا وصلت هنا لنهاية السطر بغرزة حشب زي من شايفين كده انا وصلت هنا عند الزاوية هدخل واعمل اتنين غرزة حشب عشان تلف معايا الزاوية كده بشكل جميل ولطيف وهنا الخيط يعني حاخده معايا في الشغل عشان اعمل غرزة حشب كده بالشكل ده لغاية ما اوصل هنا وصلت للنهاية للزاوية التانية الزاوية التانية هعمل فيها اتنين غرزة حشب هادي واحدة واثنين والتانية وهكمل بقية الغرز هنا غرز حشب لغاية ما اوصل هنا للنهاية وهعمل برضو اتنين غرزة حشب وهقفل السطر بتاعي زي من شايفين انا هنا وصلت للنهاية وكل زاوية عملت غرزتين حشب زي من شايفين كده انا هنا عملت اخر غرزتين حشب دلوقتي هلسع الخيط كده عشان نقطعه بالشكل ده وحسحب الخيط بتاعي كده وحاجي هنا على اول غرزة هدخل الابرة واسحب الخيط كده لبره بس عشان ايه تثبت معي الزاوية هنا وبعدين هلضم في ابرة التنظيف وحنضف الخيط بين الغرز هنا دلوقتي هنعمل ايه هديب الخيط تاني زي من شايفين دي القاعدة بتاعتنا دلوقتي هنبدأ الغرزة هي بغرزة الحشب انا هدخل في الحلقة الخلفية اهو زي من شايفين هنا في حلقتين اهو هدخل في الحلقة الخلفية واسحب الخيط بتاعي هرتفع ستسلة وفي كل غرزة خلفية هعمل غرزة حشب من غير ولا تزايد ولا اي حاجة على طول غرزة حشب اهو انا بدخل في الدلع الخلفي اهو الحلقة الخلفية وبعمل غرزة حشب كده على كل الغرز لغاية ما اوصل لا اول غرزة انا بدأتها يعني كل الداير ده بتاع القاعدة هعمله غرزة حشب زي من شايفين انا عملت داير كل القاعدة غرزة حشب بالحلقة الخلفية انا وصلت هنا للنهاية هدخل هنا مش هعمل منزلقة هكمل غرز حشب بالشكل ده لو انت حبه كده تقدر يتعلمي الشغل بتاعك انه ده هنا بداية السطر ماشي وبعدين هندخل عادي فاكل الغرز نكمل غرز حشب عادية مش بالغرزة الخلفية لا بتحت الغرزة هدخل فيه زي من شايفة كده غرز حشب من غير ما انهي يعني السطر على طول هنعمل غرزة حشب حلزوني على طول كده لغاية ما اوصل الطول المناسب للشنطة يعني الارتفاع بتاع الشنطة هنكمل ونشوف الارتفاع بتاعها ونكمل الشنطة مع بع زي ما تشايفين بعد ما وصلت للطول المناسب لما طلعت في الشنطة في غرزة الحشب زي ما قلنا بالطريقة الحلزونية دلوقتي اخر حاجة هعمل ايه انا هنا دي العلامة بتاعتي هشلها هعمل دلوقتي سطر واحد غرزة منزلقة هدخل كده واسحب واسحب واطلع من الحلقة اللي على الابر غرزة منزلقة على كل الغرز غرزة منزلقة بالشكل ده بكل الغرز لغاية ما اوصل للنهاية واقفل السطر بتاعي زي ما تشايفين انا خلصت سطر غرزة المنزلقة وده كان ده يعني الشنطة ده الجسم بتاعها زي ما تشايفين انا ضفت الخيوط كلها بالشكل ده طيب دلوقتي هنعمل الوش بتاعها انا هعمله شكلها من جواه كده اوضح زي ما تشايفين كده طيب دلوقتي هنعمل الوش بتاعها اه انا زي ما انا قلت في البداية الفيديو ممكن تعمليها من لون واحد انا هعملها من لونين زي ما قلنا هجيب اللون بتاني هعمل عقدة البداية سلسلة وحطلع في 11 سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة عشرة حداشر هكملهم كمان سلسلتين حداشر اتناشر تلاتة اتناشر تلاتة سلسلة هدير الشغل كده هفوت اول غرزة الغرزة اللي بعديها هعمل غرزة حشو هبقى معي يعني هنا اتناشر غرزة حشو بالشكل ده هكمل السطر كله وغرز حشو دم شايفين انا خلصت اهو غرزة الحشو بكلها دلها معيها اتناشر غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر دلوقتي هرتفع سلسلة هدخل في اول غرزة واعمل غرزة حشو بالشكل ده يعني دايما هنرتفع سلسلة ونعمل غرزة حشو هايتلع معنا عدي الغرز بتعتك هيتلع معنا اثناشر غرزة لغاية الطول المناسب يعني انا هعمل الوش متاعو يعني هجيبو من هنا لغاية هنا هنشوف يعني هعمل كم سطر وحرجع لكم تاني زي ما شايفين انا خلصت غرز الحجب زي ما احنا قلنا 12 غرزة في كل سطر انا عملت هنا 17 سطر وهو عبارة عن 14 سنتيمتر دلوقتي هنعمل زي ما عملنا في القعدة كده في نفس المكان هعمل غرزة حجب هعمل دوران كده كل غرز حجب بالشكل ده هدخل هنا في كل غرزة وعمل غرزة حجب لما اوصل عند الزاوية هعمل غرزتين بالشكل ده هوصل للزاوية دي وهعمل غرزتين حجب انا وصلت هنا للزاوية وهو زي ما انا قلت هدي اول غرزة وهدي الغرزة التانية بالشكل ده يعني الخط ده هدريه معايا وانا بشتغل غرز الحجب كده بالشكل ده انا هكمل هنا في الزاوية دي برضو هعمل اتنين غرزة حجب واكمل غرز حجبه هنا وفي الآخر هنا هعمل برضو اتنين غرزة حجب والسطر ده طبعا هسيبه زي ما هو مش هعمل فيه اي حاجة يعني انا هشتغل السطر ده اشتغلت السطر ده وده اللي تحت والجنب التاني اللي فوق ده مش هشتغل بيه خالص يعني هنا عندي هنا زاوية اتنين تلاتة اربعة بس اللي في الوسط هنا مش هشتغله هكملو وارجعلكو تاني زي من شايفين انا خلصت السطر كله قلنا الجنب ده واللي تحت والجنب اللي اصاده على طول اللي فوق مشتغلناش بيه خالص طيب دلوقتي هبدأ اعمل الكرانيش هرتفع اتنين سلسلة هضاير الشوق هلف الخيط على الابرة وفي اول غرزة كده هعمل عمود بلفة هطلع من لفتين وكمان لفتين هلف الخيط على الابرة وفي نفس المكان اعمل كمان عمود يعني هنعمل تزايد في كل غرزة في كل غرزة هعمل اتنين عمود بلفة بالشكل ده هلف الخيط على الابرة واروها على الغرزة اللي بعديها واعمل اتنين عمود بلفها في نفس المكان ادي واحد هلف الخط على الابرة وفي نفس المكان هعمل التزايد هلف الخط على الابرة واروح على الغرزة اللي بعديها واعمل اتنين عمود بلفها في نفس المكان بالشكل ده كل الغرز كده لغاية ما اوصل الزاوية هنا زي ما تشايفين انو وصلت هنا للزاوية في الزاوية هنا هعمل بدل اتنين غرزة عمود بلفها هعمل تلاتة ادي واحد اتنين تلاتة دي بس في الزاوية هنا والزاوية هنا برضو هعمل تلاتة والباقي كله هعملو اتنين عمود بلفها في نفس المكان يعني هرجع اعمل اتنين عمود بلفها في نفس المكان لغاية ما اوصل الزاوية التاني هعمل تلاتة عمود بلفها في نفس المكان وهكمل عائدة 2 أعمود بلفها في كل غرزة يعني اكمل هنا اثنين عمود بلفة في كل غرزة لغاية ما اوصل لهنا للزاوية بتاعتي اهل لهنا هعمل ثلاثة عمود بلفة وهكمل هنا لغاية هنا اثنين عمود بلفة في كل غرزة هكملهم زي ما شايفين انا خلصت السطر كله وقصت الخيط وردمت القبرة بتاعتي ودلوقتي هجيب الشنطة بتاعتي وحخيطها كده بالشكل ده خيطها من هنا سراجة عادية زي ما احنا متعودين دايما نعمل كده في الشنطة وفي الاخر هنركب مع بعض كمان هنا الكليبس شايفين انا من بعد ما ركبت يعني الغطا بتاعها وركبنا كمان القفل ده كان شكلها انا حطيت هنا الخيط عشان اوريكي بس انه هنا ممكن ايه يدخل لها حاجات كتيرة وهي مش محتاجة بطنية لانه الغرزة اساسة متماسكة زي ما انت شايفين تلع شكلها جميل جدا اهو شكلها جميل جدا وسهلها في نفس الوقت هتمنى يكون الفيديو عجبكم واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة